السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من كتاب قرية مع رفق. جيت لي من نعضر لكم إلى واحدة الرواية. ما عنديش ورق من قرية رواية دي المخالب المتعى لعتيحة مرشيدة. عالجة الكاتبة في الرواية عدة مواضيع شائكة ومتداخلة فيما بينها منها وما هو معلوم للجميع ومنها وما هو مسكوت عنها وما يدخل في خانة طبوات. من بين المشاكل اللي تكلمت عليها البطالة. البطالة التي يعاني منها المغاربة وخاصة الشباب والشابات وهي مشكلة تتفاقم مع مرور السنين وتزداد حداتها. هذا المشكل انتج ما يعرف بإظهارة الرجال. هذا المصطلح الجديد والغريب والذي من شأني أن يشعر الكاتب وللقارئ بعضه بنوع من التقذز مع العلم انها الظاهرة موجودة وخاصة في السنوات آآ آخيرة. هذا الرواية في هذا الرواية نرى الاحداث. تبدأ بواحد الشكل تساودي.下面 ابناء أمين الشاب العاطل عن العمل وعزيز الذي يبيع جسده لنساء ثريات مقابل أجر يلتقيان الصدفة وهما الصديقان القديمان من أيام الدرس لغة عزيز يقوم باستدراج أمين لعالمه اللي هو ممارسة الجنس مع نساء ثريات مرتبطات بزواج غير متكافئ نتيجة فقرهن وبطالتهن ستاديغ نساء اللي متزوجين برجال أكبر من هن في السن ولا يستطيعون أن يلبون الرغابات خاصة الرغابات الجنسية لزوجتهن الصور دي العائر كيبيع رصو مقابل أنه يشبع الرغابات دي لدوك النساء وإما باش من حرقش لكم القصة الأحداث قد تبقى ذوكة سارعة وإما الكاتبه عرات على واحد الواقع اللي كيبال النمستور غير هو في الحقيقة لا نستطيع الحديث عنه علانيات من عرفينه كين كين هده عارت الرجل اللي ولاته هو دواقع وكين الزواج غير الموتكافئ وهذا جوجه هذا سببهم البطالة والفقر صفة عام الكاتبة أيضا كشفت واحد المظاير أخرى أتقرأها في الرواية لكتدرالة معاناة للشباب والشابات وكيف تدفعهم الضروف لتقديم تنزلات تمس القيمة الإنسانية دي لهم ما أعجبني في الأسلوب الكاتبة أن اللغة اللي استعملت السليسة تقدر تقرأ الرواية وتقول أنها لغة بسيطة فالظاهر ديالها في ظاهرها بساطة لكن تحمل بين طيياتها منعانات شريحة كبيرة من الشباب والشابات اللي عايشين في هذا الوطن صراحة الرواية جذبتني قرأتها في يومين وخام أن أنا ماشي من ذاك النوع اللي كيقرأ البدائف لغة بسيطة لكن تريد الصور والاستعارات التي تستعمل الكاتبة بش تدوز بش تمرر الرسائل لغة بسيطة بسيطة كنصحكم أنكم تقرأوا عدل رواياتي ششفًا